النهاردة هو بالتأكيد يوم عظيم احنا بنتكلم على ذكرى ثورة 23 يوليو واحدة من اهم الثورات اللي عرفتها البشرية واحدة من اهم الثورات اللي عرفها المجتمع المصري واحداث التغيير اجتماعي عظيم ويمكن هذا اليوم الحقيقة توجة وتلقلق بكلمة اراها وربنا عالم ان انا بقول الكلام ده من قلبي اراها واحدة من اروع الكلمات اللي اتقالت على 23 يوليو وهي كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقبل ما ادخل في الكلمة والمقتطفات الصوتية اللي موجودة معانا من كلمة فخامة الرئيس يعني اذا حق لي ان اختار جزء ما فهختار لكو جزء حتى ممكن انا هقراء الرابط السياسي والتاريخي والاجتماعي لكفاح الشعب المصري ما بين يوليو و36 شوف الرئيس قال ايه اسست ثورة يوليو الجمهورية الاولى منذ سبعين عاما ومضت في طريقها تبني مصرا جديدة في زمنها ويعلو شأنها شرقا وغربا لتصبح مصر الهاما للتحرر الوطني في جميع انحاء العالم كما قطعت شوطا مهما لتمكين قطاعات كبيرة من ابناء شعبنا من الفلاحين والعمال واعطاءهم مكانا يليق بهم طال انتظارهم واشتياقهم له حققت الثورة انجازات عظيمة في كثير من الاحيان وتعثرت مسيرتها في اوقات اخرى شوف بقى الربط وبعد سبعين عاما على تأسيس الجمهورية ومع تغيير طبيعة الزمن وتحدياته واجتياز الوطن لاحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 الى 2014 وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر كان لزاما ان نفكر بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية كامة عظيمة انا لها ان تستعيد مكانتها المستحقة بين الامم هذا الربط العبطري ما بين انجاز ثورة يوليو منجزتها ونتائجها الايجابية بل شديدة الايجابية اللي تغلغلت فيه عمق المجتمع والانسان المصري ربط الرئيس ما بين يوليو وما بين الجمهورية الجديدة بداية من 2014 هذا الربط واستكمال المسيرة كان جزء من اروع مما قاله الرئيس النهاردة